قدم الفريق سمو شيخ سيف بن زايدال انهيان نائب رئيس مجرس الوزراء وزير الداخلية واجب العزائف جهداء الوطن الأبرار الذين تعرضوا لحادث أثناء أدائهم الواجب في الدولة وهم انهيان عبدالله أحمد المرزوقي وناصر محمد يوسف عبدالله البلوشي وعبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي وأحمد محمد راشد الشحي من منتسبية القوات المسلحة وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في منطقة الشامخة بإمارة أبوظبي ومنطقة تيرقايب الحمدية بإمارة عجمان ومنطقة دبل فجيرة بإمارة الفجيرة وعرب سموه الأسر وذوي الشهداء عن خالص تعازيه وصديق مواساته داعيا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وإسكنهم أفسح جنته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر